اشتركوا في القناة كان يجلس بجواره ابنه سليمان وكان صبيا صغيرا وجاء رجلان ووقفا امام نبي الله داود وقال احدهما انا صاحب حقل عنب واشار الى الرجل الاخر قائلا وهذا الرجل له غنم نزلت حقلي فاكلت كل العنب وصار حقلي خاليا لقد دمرته الاغنام ولم ينكر الراعي ما فعلته الغنم فحكم سيدنا داود قائلا لقد حكمت ان تأخذ الغنم بدلا من الحقل ولكن الصبي سليمان استأذن اباه قائلا عندي حكم اخر نظر الجميع الى سليمان الذي قال ليأخذ الراعي الحقل الذي اكلته الغنم ويصلح ارضه ويزرعه حتى تنمو اشجار العنب اما صاحب الحقل فيأخذ غنم الراعي ليستفيد من البانها واصوافها حتى ينمو حقل العنب فتعود الغنم للراعي ويأخذ صاحب الحقل حقله ووافقه سيدنا داود على رأيه وسعد برجاحة عقل ابنه الصغير وامر بما قاله سليمان عليه السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر